تكامل منظومتي Oracle Payroll ومنظومة الدفع والتحصير الإلكتروني GPS تسجيل وتعديل بيانات العاملين طريقة تسجيل بيانات العاملين من Payroll إلى GPS وطريقة تعديل بيانات العاملين من Payroll إلى GPS أولا طريقة تسجيل بيانات العاملين من Payroll إلى GPS تسجيل بيانات موظف جديد على منظومة Payroll غير مسجلة على منظومة الدفع الإلكتروني بعد انتهاء مدخل شؤوني العاملين بمنظومة Payroll بتسجيل بيانات موظف جديد في الجهة وعمل حفظ للبيانات المسجلة على منظومة Payroll من خلال مدخل شؤوني العاملين يقوم بتجرية طلع تسجيل الموظف على منظومة GPS ينقسم طلع تسجيل بيانات الموظفين بمنظومة الدفع الإلكتروني بمنظومة Payroll لموظف غير مسجل منظومة الدفع والتحصير الالكتروني كالتالي أولا غير مسجل بالمنظومة الدفع الالكتروني ثانيا غير مسجل بالمنظومة حساب بنكي دفع الالكتروني غير مسجل بالمنظومة دفع الالكتروني في هذه الحالة تكون طريقة الدفع الحالية للموظف بريد فيتم تقديم طلب تسجيل بقناة الموظفين بمنظومة الدفع الالكتروني وتكون طريقة الدفع مركز البطاقات على منظومة بيرول حتى يتم إصدار بطاقة حكومية للموظف على منظومة الدفع الإلكتروني جي بي اس ويتم إنشاء الطابق التالي عرض طلبات تسجيل بيانات الموظفين بمنظومة الدفع الإلكتروني أولا يتم إضافة الرقم القاومي للموظف ثانيا يتم اختيار نوع التسجيل غير مسجل بالمنظومة دفع إلكتروني ثالثا يتم الضغط على موافق وربعا تقديم ثانيا غير مسجل بالمنظومة حساب بنكي دفع إلكتروني في هذه الحالة تكون طريقة الدفع الحالية للموظف حساب بنكي مدفوعات موردين فيتم تقديم طلب التسجيل الموظف على منظومة الدفع الإلكتروني لتكون طريقة الدفع الأولى حساب بنكي والثانية مركز البطاقات على منظومة بيرول ليتم تسجيل كل من طريقتين الدفع للموظف على منظومة الدفع الإلكتروني جي بي اس الحساب البنكي والبطاقة الحكومية ويتم إنشاء الطلب كالتالي عرض طلبات تسجيل بيانات الموظفين بمنظومة الدفع الإلكتروني أولا يتم إضافة الرقم القاومي للموظف ثم يتم اختيار نوع التسجيل غير مسجل بالمنظومة حساب بنك دفع إلكتروني ويتم الضغط على موافق ثم تقديم بعد الانتهاء من تجرية وتقديم طلب تسجيل بيانات الموظفين بمنظومة الدفع الإلكتروني وهرساله من منظمة بيرول إلى منظمة الدفع والتحصير الالكتروني جي بي اس يتم إرسال إشعار بقبول أو رفض البيانات كالتالي في حالة قبول البيانات يكون الإشعار كالتالي وفي حالة رفض البيانات يكون الإشعار موضحاً سبب الرفض كالتالي الحالة الأولى والثانية بعد انتهاء مدخل شؤون العاملين بمنظومة بيرول من تقديم الطلب يتم إرسال ملف طلب التسجيل وتحميله وإغلاقه بوسطة منظومة بيرول على منظومة الدفع والتحصير الالكتروني جي بي اس كما هو موضح بالشكل التالي تسجيل وإضافة حساب بنكي جديد لبيانات العاملين بمنظومة بيرول لموظف مسجل على منظومة الدفع الالكتروني فبعد انتهاء مدخل شؤون العاملين بمنظومة بيرول من إدخال بيانات الحساب البنكي الجديد وعمل حفظ للبيانات المسجلة على منظومة بيرول يقوم بتجرية طلب لتسجيل طلب إضافة حساب بنكي على منظومة جي بي اس لموظف مسجل وهنقسم طلب تسجيل بيانات الموظفين بمنظومة الدفع الإلكتروني لموظف مسجل على منظومة الدفع الإلكتروني أولا مسجل بالمنظومة دفع إلكتروني لإضافة حساب بنكي ثانيا مسجل بالمنظومة حساب بنكي مسجل بالمنظومة دفع إلكتروني لإضافة حساب بنكي في هذه الحالة تكون طريقة الدفع الحالي للموظف مركز بطاقات فقط سيتم الآتي أولا تغيير طريقة الدفع إلى حساب بنكي مدفوعات موردين لإضافة حساب بنكي الجديد على منظومة الدفع الإلكتروني وتعديل طريقة الدفع الثانية مركز بطاقات على منظومة بيرول من خلال مدخل شؤون العاملين ثانيا يتم تجريه الطلب تسجيل بيانات الموظفين بمنظومة الدفع الإلكتروني لإضافة حساب بنكي جديد لتكون طريقة الدفع الأولى حساب بنكي وطريقة الدفع الثانية مركز بطاقات للموظف على منظومة الدفع الالكتروني جي بي اس ويتم انشاء الطلب كالتالي عرض ثم طلبات ثم تسجيل بيانات الموظفين بمنظومة الدفع الالكتروني يتم اضافة الرقم قابل الموظف ثم يتم اختير نوع التسجيل المسجل بالمنظومة دفع الالكتروني اضافة حساب بنكي يتم الضغط على الموافق واخيرا ثم تقديم مسجل بالمنظومة دفع الالكتروني اضافة حساب بنكي في هذه الحالة تكون طريقة الدفع للموظف حساب بنكي فقط فيتم الاتي تغيير طريقة الدفع الاولى الى حساب بنكي مدفوعات موردين وتعديل طريقة الدفع الثانية مركز على منظومة بيرول من خلال مدخل شؤون العاملين يتم تجرية طلب تسجيل بيانات الموظفين بمنظومة الدفع الالكتروني لاضافة حساب بنكي جديد لتكون طريقة الدفع الاولى حساب بنكي وطريقة الدفع الثانية مركز بطاقات للموظف على منظومة الدفع الالكتروني ويتم انشاء الطلب كالتالي عرض طلبات تسجيل بيانات الموظفين بمنظومة الدفع الالكتروني اولا يتم اضافة الرقم القامل للموظف ثم يتم اختيار نوع التسجيل مسجل بالمنظومة دفع الالكتروني اضافة حساب بنكي يتم الضغط على موافق في المتقديم مسجل بالمنظومة حساب بنكي في هذه الحالة تكون طريقة الدفع الحالية للموظف مركز بطاقات او حساب بنكي فيتم الادي اولا تغييد طريقة الدفع الاولى الى حساب بنكي مدفوعات موردين على منظومة بيرول من خلال مدخل شؤون العاملين لاضافة حساب بنكي جديدة على منظومة الدفع الالكتروني ثانيا يتم تجريه الطلب تسجيل للموظف على منظومة الدفع الالكتروني لاضافة حساب بنكي لتكون طريقة الدفع الاولى والثانية حساب بنكي للموظف على منظومة الدفع الالكتروني جي بي اس وتم انشاء الطلب كالتالي عرض طلبات تسجيل بيانات الموظفين بمنظومة الدفع الالكتروني اولا يتم اضافة الرقم القامل للموظف ثم يتم اختيار نوع التسجيل مسجل بالمنظومة حساب بنكي ثم يتم الضغط على موافق ثم تقديمه بعد الانتهاء من تجريته تقديم طلب تسجيل بيانات الموظفين بمنظومة الدفع الإلكتروني وإرسال من منظومة بيرول لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني جي بي اس يتم إرسال إشعار بقبول أو رفض البيانات كالتالي في الحالة قبول في حالة قبول البيانات يكون الإشعار كالتالي في حالة رفض البيانات يكون الإشعار موضحا سبب الرفض في هذه الحالة بعد انتهاء مدخل شؤون العاملين بمنظومة بيرول من تقديم الطلب يتم إرسال ملف طلب تعديل البيانات وتحميله وإغلاقه بوسطة منظومة بيرول على منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني ثانيا طريق تعديل البيانات العاملين بيرول إلى جي بي اس بعد انتهاء مدخل شؤون العاملين بمنظومة بيرول من تعديل بيانات الموظف وعمل حفظ للبيانات بشاشة بيانات الموظف يقوم بتقديم طلب تعديل بيانات الموظف على منظومة جي بي اس لتعديل البيانات على منظومة الدفع الإلكتروني لتكون مطابقة لبيانات الموظف على منظومة بيرول والبيانات المتاحة للتعديل على منظومة جي بي اس بواسطة مدخل شؤون العاملين بمنظومة بيرول الحالة الأولى تعديل بيانات الموظف بدون تعديل في طرق الدفع في حالة تعديل أي بيانات للموظف دون إجراء تعديل في طرق الدفع يتم تقديم طرح تعديل بيانات الموظفين بمنظومة الدفع الإلكتروني للبيانات التي يتم التعديل بها واختيار الحالة تبقى لطريقة الدفع المسجلة حاليا للموظف على بيرول ليتم تعديل البيانات على منظومة الدفع والتعصير الالكتروني جي بي اس ويتم تقديم الطلب كالتالي عرض ثم طلبات ثم تعديل البيانات الموظفين بمنظومة الدفع الالكتروني يتم اضافة الرقم القومي للموظف ويتم اختيار نوع التعديل الاجراء اولا في حالة طريقة الدفع الاولى للموظف مركز البطاقات يتم اختيار الاجراء الدفع الالكتروني ثانيا في حالة طريقة الدفع الاولى للموظف حساب بنكي والثانية مركز البطاقات يتم اخترار الاجراء مسجل بالمنظومة الكتروني اضافة حساب بنكي وفي حالة طريقة الدفع الاولى للموظف حساب بنكي يتم اخترار الاجراء مسجل بالمنظومة حساب بنكي ويتم الضغط على موافق ثم تقديم بعد الانتهاء من تقديم الطلب يتم إرسال جميع البيانات الخاصة بالموظف التي تم التعديل عليها بمنظومة بيرول إلى منظومة الدفع التحصير الإلكتروني GPS لتعديل البيانات على منظومة الدفع الإلكتروني لتكون مطابقة لبيانات الموظف على منظومة بيرول الحالة الثانية تعديل في طرق الدفع في هذه الحالة تكون طريقة الدفع الاولى الحالية للموظف حساب بنكي ونريد تعديلها لتصبح مركز بطاقات فهيتم الأدي أولا تغيير طريقة الدفع الأولى من حساب بنكي إلى مركز بطاقات على منظومة بيرول ثانيا يتم تجريه الطلب تعديل بيانات الموظفين بمنظومة الدفع الإلكتروني لتعديل طريقة الدفع الأولى مركز بطاقات للموظف على منظومة الدفع الإلكتروني بدلا من حساب بنكي ويتم إنشاء الطلب كالتالي عرض ثم طلبات ثم تعديل بيانات الموظفين بمنظومة الدفع الإلكتروني أولا يتم إضافة الرقم القامل للموظف ثم يتم اختيار نوع التعديل الدفع الالكتروني ويتم الضغط على موافق ثم تقديم بعد الانتهاء من تقديم الطلب يتم ارسال طريقة الدفع التي تم التعديل عليها بمنظومة بيرول الى منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني جي بي اس اللي يتم تعديلها على منظومة الدفع الالكتروني اللي تكون مطابقة لطريقة الدفع على منظومة بيرول بعد الانتهاء من تجريت وتقديم طلب تعديل بيانات الموظفين بمنظومة الدفع الالكتروني وارساله من منظومة بيلول الى منظومة الدفع والتحصيل الاكتروني يتم ارسال اشعار بقبول او رفض البيانات كالتالي